حوارات التناصح كالسراج معين في المسير لكل داج ففاهيم تجلى في حوار بحسن دون ما أدنى هياج بغير تعصب وبلا انحياز ودون تقلب وفق المزاج حوارات التناصح كالسراج معين في المسير لكل داج الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيضا اختموا الشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من حوارات التناصح طاعة ولي الأمر هي مدار فكر ما يعرف بتيار المداخل يدعمون الحاكم ويغالون في طاعته ويسقطون حق الأمة في اختياره ومحاسبته ومع تصريحاتهم المتناقضة والغريبة في اعتبار ولي أمرهم وغلوهم في طاعته وعدم الإنكار عليه لكن يبقى المقلدين لهم في ليبيا أشد غرابة وتضاربا فجزء كبير منهم مع مجرم الحرب حفتر يقاتلون معه ويناصرونه مع أن الحكومة في طرابلس هي وولي أمرهم بشهادة بعض شيوخهم السعوديين بينما ربيع المدخلي وهو شيخهم الذي يدينون بطاعته ولا يخرجون عن فتاويه يأمرهم بالقتال مع حفتر بل إنه دعاهم إلى الخروج على المجلس الانتقالي عندما لم يكن هناك قسام سياسي مما يثير كثير من الأسئلة حول تيار المداخلة وكيف نفهم توجهاتهم الدينية في طاعة ولي الأمر حول هذا الموضوع نحاول داعي الإسلامي السلفي الشيخ مصطفى البدري فباسم بكم جميع أن نرحب بفضيلة الشيخ السلام عليكم شيخ مصطفى أهلا وسهلا بك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بك شيخ عبد الله والإخوة الكرام في طرابلس وقناة التناصح والمشاهدين الأفاضل أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم وشيخ مصطفى بداية يعني الحقيقة نبدأ بالسؤال المحوري لهذه الحلقة وهي هل للمداخلة أو تيار المداخلة مفهوم منضبط في قضية طاعة ولي الأمر والحكام أعوذ بالله السماء العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد غيرك فيه نصيبا يا رب العالمين أما طائفة المداخلة وهم أتباع ربيع بن هادي المدخلي السعودي تلميذ محمد أمان الجامي الأثيوبي الأصل ثم السعودي فهذه فرقة لا تعرف لها أصولا ولا ضوابط إلا ما وافق عليه ولي أمرهم فعند عامة علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة على مدار التاريخ أن ولي أمر المسلمين متعلق بأمر الإسلام هو من يحرس الدين ويسوس الدنيا بالدين هكذا عرف علماءنا ما يتعلق بولاية الأمر أو الإمامة أو الخلافة أو ما يتعلق بهذه الأمور فولاية الأمر لا بد أن تتعلق بالإسلام فهو ولي أمر المسلمين فيتعلق بأمر الإسلام أصالة إذا كان ولي أمر السعوديين فهو ما يتعلق بأمر السعوديين سواء كان متعلقا بالإسلام أو غير متعلق بالإسلام هم خلطوا خلطا عجيبا غير منضبط أبدا بما أصله أهل العلم في هذا الباب فنحن نرى مثلا أنهم يتكلمون عن ولي الأمر أي الحاكم المسيطر الذي بيده قوة المال والسلاح في حين أن ولي الأمر عند المسلمين هو الذي يحرص دين المسلمين سواء بنشر العقائد الصحيحة وبنشر الإسلام وسط العالمين أو بإرسال الجيوش وفتح بلدان غير المسلمين ونشر الإسلام فيها هذا من جهة ومن جهة أخرى الذي يحكم في دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم بما أنزل رب العالمين وهذا ما ذكرناه من يحرص الدين ويسوس الدنيا بالدين هذا هو ولي الأمر عند المسلمين وعند علماء السنة أما عند هؤلاء فالأمر قد انتقل إلى الحاكم المتجبر الحاكم الخارج عن السيطرة الذي لا يختاره المسلمون الذي لا يحاسبه المسلمون الذي لا يستطيع المسلمون عزله جاءوا على هذا ونصبوه وليا لأمر المسلمين وصار كلامهم وديدنهم حول هذا المعنى وهو بلا شك غير مضطرد وغير منضبط على الأصول الشرعية والنصوص التي وردت عن علماء أهل السنة ففي حين أن العلماء يعتبرون مسألة طاعة ولي الأمر والخروج عليه من عدمه مسألة فقهية تدرس في أبواب الفقه ومدرسة يختلف فيها الناس بحسب حال هذا الحاكم هم جعلوها مسألة عقدية مسألة مركزية مسألة محورية يدورون ويحورون ويذهبون ويجيؤون حولها وهذا كله غير مستقيم مع كلام أهل العلم الأمر الآخر هو أنهم لم ينضبطوا حتى في تطبيقه بالضبط هذا المقصود الآن بالسؤال هم من جهة خالفوا في قضية تحديد وصف ولي الأمر فجعلوه كل حاكم متجبر مسيطر متغلب ولو كان لا يتقيض بأحكام الشريعة ولا جاء باختيار الناس وفي نفس الوقت أيضا جعلوا هذا الأمر مدار ولاء والبراء وجعلوه كأنه ركم من أركان الإسلام يوالى ويعادى عليه لكن كذلك أيضا في حقوق ولي الأمر تحديد حقوق ولي الأمر عندما نشاهد بعض المداخل يتكلمون عن أن ولي الأمر لا يمكن أن ينكر عليه أو أن يحاسب ولو كان يظهر في التلفاز يقوم ببعض المعاصي ولو كان يستعين بالكفار على المسلمين ولو يفعل ما يفعل فكل ذلك لا يجوز الإنكار عليه فضلا عن محاسبته أو خلعه نعم أنا أذكر هنا ما قاله الإمام أبو يعلى الحنبلي رحمه الله في الأحكام السلطانية حيث قال وإذا قام الإمام بحقوق الأمة وجب له عليهم حقان الطاعة والنصرة ما لم يوجد من جهته ما يخرج به عن الإمامة نجد النص مستقيما مع مصالح المسلمين التي أناطها الله رب العالمين بولي الأمر هذا فأبو يعلى يقول إذا قام الإمام بحقوق الأمة هذا أولا إذا قام بحقوق الأمة استحق أمر النصرة وأمر الطاعة طيب إذا لم يقم بحقوق الأمة فليس له هذا لأنه ليس الحاكم الذي أعطاه الله عز وجل هذه الحقوق ثم كرر هذا اللفظ بمعنى آخر قال ما لم يوجد من جهته ما يخرج به عن الإمامة لأن العلماء يشترطون شروطا عند التنصيب كما يشترطون شروطا للاستمرار هذا الشرط المتعلق بحقوق الأمة الشرعية لا بد من وجوده عدة تنصيب ولا بد من وجوده في استمرار هذا الحاكم لذلك يقول القرطبي رحمه الله في تفسيره عند قول الله تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم في سورة البقرة عندما خلق الله عز وجل آدم وآمر الملائكة ثم قال قال الجمهور الإمام إذا نصب ثم فسق بعدا برام العقد لأنهم يشترطون عدالته في التنصيب طيب ماذا لو كان عدلا عند تنصيبه ثم فسق بعد ذلك قال القرطبي فقال الجمهور إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وحفظ أموال الأيتام والمجانين والنظر في أمورهم إلى غير ذلك مما تقدم ذكره وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنهوض بها فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إلى إبطال ما أقيم لأجله ألا ترى في الابتداء أنما لم يجز أن يعقد للفاسق لأجل أنه يؤدي إلى إبطال ما أقيم له وكذلك هذا مثله فالعلماء يذكرون أصولا مضطردة تنزل على أي أحد ليس لمجرد أنه أدرك الجلوس على هذا الكرسي ثم تملك قوة السلاح وقوة المال ثم بعد ذلك يفعل في المؤمنين ما يشاء لذلك قال الشاعر وراعي الشاة يحمي الضئب عنها فكيف إذا الرعاة لهذه آبه هذا لا يستقيم فهنا نجد أن كلام علماء المسلمين في واد وما يذكره هؤلاء الألماركون في واد آخر عندما يخرج أحد المستيهم ويقول إذا خرج ولي الأمر على الشاشة لمدة نصف ساعة يذني نعم تفضل نعم شيخ مصطفى طبعا أنت تستشهد الآن بأحد أئمة المسلمين وهو الإمام القرطبي وتفسيره المشهور جامع لإحكام القرآن لكن المشكلة أن المداخل لا يعتبرون مثل هؤلاء الأئمة ويرونهم مبتدعا ومخالفين في أصولهم بالتالي لا يقبلون مثل هذا ولكن هذا الحديث موجه لعامة المسلمين في توضيح هذه المسألة دعنا شيخ مصطفى حتى ربما نقرب القضية لعامة الناس هذا الأصل هل انضبط فيه المداخلة يعني الآن عندما نرى قضية المتغلب صدام دخل الكويت فصار متغلب على الكويت واستعانة السعودية بالأمريكان وكان هذا هو أصل نشأة هذه الفرقة إمامهم ربيع المدخلي أصدر في ذلك جواز الاستعانة بالأمريكان لماذا لم يعتبر صدام متغلبا هنا ثم يأتي بعد ذلك اللعبكان ويعتبر بول مريمر الأمريكي ولي أمر على العراق والآن في ليبيا حفتر مجرد صاحب ميليشيا وانضم إليه المداخلة وناصروه في حربه ودعاهم ربيع المدخل إلى نصرته والحكومة الرئيسية المركزية في طرابلس يعتبرونها بعض مشايقهم ولي أمر هل ترى بأن هذا تناقض أن القضية ليست قضية منهج ولا فكر ولا قضية الشرع إنما هي توجيه من الاستخبارات السعودية بحسب توجهات السعودية السياسية في السياسة الخارجية طبعا يا شيخ عبد الله عندما يكون هناك أحد عنده أصول علمية وضوابط منهجية نستطيع أن نحاكمه إلى هذه الأصول وهذه الضوابط ونقول أنت تناقضت هنا وأنت خالفت منهجك هنا لكن عندما تكون هذه الطائفة عندها سيولة ولزوجة لا حد لها ولا سقف لها فلا تستطيع أن تحاكمهم يعني أنت الآن تقول مثلا هم يعتبرون القرطبي مبتدعا في الحقيقة يعني كبارهم وإمتهم لم ينصوا على هذا بل كثير في كتاباتهم ما ينقلون عن القرطبي رحمه الله وكذلك أنا في بداية الكلام نقلت كلام أبي يعلى وهو حنبلي والمفترض أن السعودية تدين بالمذهب الحنبلي فهذا ليس مبتدعا وليس مخالفا للمنهج كما يدعون فهنا نرى أن التناقض ليس حادثا وليس جديدا لا التناقض عندهم قديم بسبب حالة السيولة واللزوجة التي يمرون بها ليس عندهم ضوابط علمية ولا منهجية يحتكمون إليها لذلك نرى كما قلت أنت عندما تغلب صدام على حكم الكويت لم يعتبروه حاكما متغلبا ولم يعتبروا حتى المخالف لهم في الرأي عالما يستحق الاحترام والتقدير كانت لجنة الهيئة العليا للإفتاء في السعودية في هذا الوقت تفتي بجواز الاستعانة بالقوات الأمريكية في حين خرج كثير من علماء المملكة يرفضون الاستعانة بالكافر في مواجهة آخرين من المنتسبين إلى الإسلام وكان بينهما شيء من الترفق وشيء من الخلاف المعتبر والمحترم كعلماء لما خرج محمد أمان الجامي في هذه الأوقات وتكلم اعتبر الرافضين لدخول الأمريكان إلى أرض الجزيرة والرافضين الاستعانة بالأمريكان اعتبرهم ضلالا اعتبرهم منحرفين اعتبرهم خارجين على النهج وكانت هذه الشرارة التي انطلقت منها فكرتهم المنحرفة فمن هنا نقول هم متناقضون تناقضا لا حد له عندما انقلب السيسي على الدكتور محمد مرسي علماء المسلمين يلزمونهم بنصرة الدكتور محمد مرسي لأنه حاكم شرعي وله حق الولاية له حق الطاعة وله حق النصرة لم ينصروه هنا وناصر السيسي رغم انه لم يكن قد تغلب بعد يعني كان في بدايات الأمر وكانت المسائل عندنا في مصر سجال وممكن هنا وممكن هنا بدلا من ان ينصروا الحاكم الشرعي ناصروا المنقلب ووقفوا بجواره رغم انه لم يصل بعده إلى درجة التغلب التي يدان له بعدها على الكلام القديم فهنا تراهم يعني يسيرون سيراً أهوجاً عشوائياً لا تستطيع أن تضبطه بضوابط علمية لذلك عامة من يحللوا عقليتهم يرمي بهم إلى أنهم أحذية للساس السعوديين الساس السعوديون يقولون يمين هم يسيرون يمين الساس السعوديون يقولون يسار هم يسيرون يسار ما فعلوه معكم في ليبيا وعندما ظهر حفتر وكان في بدايته يعني في 2014 صدرت الفتاوى سريعة من زيد بن هادي المدخلي وظهر على قناة البصيرة ليقول نحن سعداء بظهور حركة حفتر وندعمه وندعو له أن يمكنه من رقاب هؤلاء الخوارج سبحان الله يعني لم يتمكن بعده وإلى الآن لم يتمكن وبإذن الله لن يتمكن بأي وجه تعتبره متغلباً وتدين له بالولاء والطاعة وتدعو أهل ليبيا للانصياع له هنا يظهر أنهم يخلطون خلطاً عشوائياً لا يؤدي في النهاية إلا إلى ما يرضي الساسة السعوديين فإذا خرجوا على حاكم قطر قالوا حاكم قطر ليست له ولاية شرعية إذا خرجوا على حاكم تركيا قالوا حاكم تركيا ليست له ولاية شرعية إذا تصرحت السعودية مع حاكم قطر قالوا حاكم قطر له ولاية شرعية إذا تصرحت السعودية مع دولة تركيا قالوا حاكم تركيا له الولاية الشرعية يعني عندهم هذه السيولة وهذه اللزوجة التي نأبى ويأبى كل غيور على الإسلام أن تنسب إلى دين الله عز وجل دين الله تبارك وتعالى دين حق يضع الموازين الحق ويضع الأمور في نصابها ويحكم على رقاب الناس جميعاً الحاكم والمحكوم بما أنزل رب العالمين تبارك وتعالى ليس عندنا هذه الميوعة وليس عندنا إرضاء الأشخاص وإرضاء الأهواء والسير خلفهم بهذه الطريقة فهذا كله دليل على أنهم لا علاقة لهم بكلام أهل العلم لا علاقة لهم حتى بالنصوص الشرعية يعني حديث طارق بن شهاب الذي رواه الإمام مسلم أول من بدل وجعل الخطبة قبل الصلاة مروان بن الحكم كان مروان بن الحكم آنذاك ولي المدينة يعني هو ولي الأمر الشرعي تمام؟ قال فقام رجل من عامة المسلمين رجل لا يعرف اسمه لا يعرف اسمه وقال الصلاة أولاً وأنكر عليه وفي بعض الروايات أنه أمسك بتلابيب ثيابه أمام عموم المسلمين ولما أصر وقال قد مضى ذلك هنالك وإذا فعلنا لم يجلس الناس ليستمعوا إلينا انصرف الرجل أخذ حذاءه وانصرف هذا يعتبر خروجاً على ولي الأمر أبو سعيد الخدري الصحابي الجليل الذي تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قام وقال أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وكذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل في رواية ابن حبان والبزار بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام سيكون أمراء من بعدي يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون إلى آخر الحديث فهؤلاء أمراء يخالفون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أنذاك أن يجاهدوهم يجاهدوهم بأيديهم يجاهدوهم بألسنتهم يجاهدوهم بقلوبهم وقال وذلك أضعف الإيمان أو وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ابن رجب وهو حنبلي ينقل في هذا الحديث عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه قال هذا الحديث دليل على أنه يجوز الإنكار باليد كل هذه النصوص هم يخالفونها لا يقبلون النصوص الشرعية التي تخالف ما هم عليه لا يقبلون كلام أهل العلم الذي يخالف ما هم عليه لا يقبلون حتى الواقع أن يتطردوا فيه وأن يستقيموا على منهج واضح وبين لم يقبلوا كل هذا فلذلك نقول هؤلاء فرقة مارقة لا هي سلفية ولا هي حتى من أهل السنة والجماعة إنما هم أصحاب منهج جديد وفكر جديد وربما يخرجون لنا بدين جديد كما يزعم الآن محمد بن سعود ويسعى أن يغير شيئا من السنة ويغير شيئا من الكتب التي وردت ويستعين بصالح المغامس وأمثاله كي يعبثوا في دين الله تبارك وتعالى وأن لهم فالله تبارك وتعالى ناصر دينه وعلماء المسلمين يضحون وإلى الآن يضحون رغم امتلاء سجون آل سعود بهم يضحون من أجل الوقوف أمام هذا المشروع الصهوني الفائد طيب شيخ مصطفى أنت ذكرت أنهم لا ينضبطون لأنه ليس هناك معيار علمي يمكن أن نحاكمهم عليه يعني معيار علمي يتبنونه ويمكن أن نحاكمهم عليه لكن نحاكمهم أيضا إلى مواقفهم الآن ربما في أثناء العدوان على مدينة طرابلس حفتر استعانى بالفاغنر وبالجنجويد وبجميع الملل للدخول إلى طرابلس ورد الله أزوجل كيده كان من ضمن هؤلاء وكانوا شوكة كبيرة إلى اليوم هم جزء كبير منهم من المداخلة كانوا يقاتلون في صف حفتر مداخلة من المنطقة الشرقية وجزء منهم حتى من المنطقة الغربية بخلاف في مدينة طرابلس والساحل لكن يبقى موقف المداخلة في منطقة الغربية في طرابلس وفي الساحل كان متردد غير معروف لم يتتخذ مواقف واضحة وجزء أفراد منهم ربما كان له غير معروفين كان ربما كان شارك ولا ننفي ذلك لكن في الدفاع عن طرابلس هنا أليس أن هذا من التناقض أنهم يعتبرون أن المداخلة في الشرق هم إخوانهم ويوالونهم ويدافعون عنهم وينسقون معهم ويعادون من كان من هو في طرابلس يعادون دار الإفتاء ويعادون كل من يوالي دار الإفتاء وكل من هو يعني ليس على رأيهم من الذين قاتلوا ودافعوا عن مدينة طرابلس يعني هل يمكن السؤال شيخ مصطفى هل يمكن أو يمكن أن نتصور أن مداخلة الغرب في طرابلس في هيئة الأوقاف في الساحل الغربي من طرابلس ممن لم ينضموا إلى حفتر هل يمكن لهم أن يخالفوا شيخهم ربيع المدخلي في عدم مناصرة حفتر طبعا ينبغي أولا أن نتكلم عن مداخلة الشرق مداخلة الشرق إذا قلنا أنهم ينتسبون إلى العلم أو يتكلمون بشيء له علاقة بالعلم فينبغي أن يكونوا حريصين على وحدة الأراضي الليبية هم أصلا مسلمون حريصون على وحدة المسلمين في شتى بقاع الأرض فكيف يرتضون تقسيم أرض هي جزء من بلاد المسلمين ومعروف حدود ليبيا الشرقية والغربية فكان يلزم هؤلاء الموجودين في الشرق أن يدينوا بالولاء للحكومة المنتخبة والتي اختارها الشعب الليبي لأنها تمثل ولاية الأمر الشرعية وهي موجودة في طرابلس وطرابلس هي عاصمة ليبيا فهؤلاء أولا خالفوا المنهج العلمي الصحيح أو حتى الذي يتبنونههم في هذه المسألة ثم إذا ذهبنا إلى مداخلة الغرب لوجدنا أنهم أصبحوا بين حدين أصبحوا بين سيفين إما أن يقولوا ما يوافق حفتر وأنهم معه في عدوانه على طرابلس ويؤيدونه ومن ثم الشعب الليبي الموجود في الغرب سيلفظهم وربما يطأهم بأحديتهم أو يقفوا في الصف الآخر وينصروا الحكومة الشرعية التي يختارها اختارها الشعب الليبي وهنا يغضبون السيد السعودي أو ولي الأمر السعودي الموجود خارج الأراضي الليبية هم يستحضرون دائما ما قاله ربيع ابن هادي المدخلي هذا أمام نايف ابن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي منذ عدة سنوات قال سري ابن من كان للتوحيد منتصرا وهازما كل طاغوت وشيطان إلى أن قال أما الملوك فهم آل السعود لهم سمع وطاعتهم حتم بقرآن يعني هم جعلوا طاعة آل سعود أمر منصوص عليه في كتاب الله عز وجل وإذا كان منصوصا عليه في كتاب الله فينبغي على من يقيمون في الشرق ومن يقيمون في الغرب أن يسمعوا له ويطيعوا وإلا خالفوا كتاب الله تبارك وتعالى قال يعني لا يفرق بين من يقيم في السعودية ومن لا يقيم في السعودية هذه الأبيات التي أنشدها ربيع تدلك على العقلية التي تتحكم في هؤلاء وتحركهم يمنة ويسرى فهؤلاء الموجودون في الغرب بالطبع هم منحرفون مثل أصدقائهم الموجودين في الشرق لكنهم وجدوا أنفسهم بين نارين إما أن يصادموا مشاعر وعواطف الشعب الليبي المقيم في طرابلس وما حولها ويعلنوا ولاءهم لحكومة حفطر أو لجيش حفطر أو العكس أنهم يخرجوا على ولي أمرهم ويعلنوا أنه لا سمع له ولا طاعة ومن ثم يدينون بالولاء للحكومة الشرعية المنتخبة هذا نموذج يا شيخ عبدالله لأن هؤلاء لن يستقيموا لك على طريقة لن تعرف لهم ضوابط ولا قواعد ولا حدود تستطيع أن تحاكمهم إليها سيبقون هكذا في حالة الفرقة والنزاع الشديد بينهم وبين المسلمين لأن مراد من أسسهم ومراد من يحرقهم في الحقيقة هو تفريق المسلمين وتمزيق المسلمين أما أمر وحدة المسلمين فهم أعداء تماما لهذه الفكرة نعم طيب شيخ مصطفى ربما هذا أيضا لو نذكر بعض النماذج أيضا يعني في فلسطين كانت انحيازهم لمحمود عباس وأيضا في اليمن بالعكس كانوا ضد عبد الربو الهادي رئيس حكومة في اليمن ووالوا أيضا الإمارات وفي نيبيا كانوا مع حفتر ضد الحكومة وهكذا وكانوا ربما في العراق مع بول بريمر فمثل هذه التصرفات الآن ربما اللعبة الاستخباراتية أحيانا تكون الأوضاع معقدة في البلد ولها عدة تشكولات وصور هل هؤلاء هل نستطيع أن نقول أن تنظيم استخباراتي واستخدم بعض المغفلين منهم بحجة اتباع السلف ونصرة الدين وغير ذلك شوف هم كتنظيم أنا لا أستطيع أن أقول إنهم استخباراتيون بالمعنى المعروف يعني أن المخابرات أسستهم لكن عندي تصور وأرجو ألا أكون مخطئا فيه وأحد الباحثين الحمد لله وافقني في هذا التصور عندما خرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على الدولة العثمانية كانوا يؤصلون آنذاك لكفر الدولة العثمانية ووجوب الخروج عليها ووجوب الانقلاب على الحاكم الكافر بعد ذلك لما دانت الأمور لمصلحة البريطانيين بدأ الإنجليز هنا في تأصيل فكرة طاعة ولي الأمر والانصياع لولي الأمر والخضوع لولي الأمر حتى لو كان ولي الأمر هذا كافرا وبدأت هذه الفكرة تظهر في الجيل الثاني من طلاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب والجيل الثالث وهكذا حتى وصلنا إلى أن صدرت فتاوى صريحة منهم يعني بندر العتيبي وغيره وأنا أذكر أن الشيخ محمد خير موسى كان كتب مقال على الجزيرة مباشر ذكر فيه هذه الأمور وأشار إلى ما كتبوه في كتاباتهم تدل على أنهم الآن يفتون بطاعة حتى اليهود الموجودين على أرض فرسطين يجعلونهم ولي أمر متمكن متغلب لابد من السمع له والطاعة عفوا وكما قالوا ذلك عن بريمر وقالوا ذلك عن ما كان في مصر وهذا أمر تشعر أنه أخذ مراحل في العقول البريطانية حتى اختمر ووجدوا أمثال محمد أمان الجامي وربيع ابن هادي المدخلي ينفذون لهم هذه الأفكار دون جلوس معهم أو دون اتفاق أو دون ترتيب يعني إذا جلسوا معهم ربما كان هناك تفاوض تعطوننا شيئا ونعطيكم شيئا وهكذا كما يفعل أي عميل للإستخبارات لكن سبحان الله هؤلاء يشتغلون مجانا يعملون لصالح أجهزات الإستخبارات العالمية دون أي مقابل يبيعون دينهم بدنيا غيرهم يعني أي ضلال هذا وأي خذلان هذا وأي غبن هذا الذي يقع فيه أمثال هؤلاء لو كان عندهم شيء من العقل لفكروا حتى من إطار مصلحتهم الشخصية أين المصلحة نسير معها لكنهم ليسوا كذلك تماما هم يسيرون خلف مصلحة العدو ويعطونه كل ما يريد دون أدنى جهد ودون أدنى مقابل لذلك نرى الأجهزة العالمية فرحة بهم سعيدة بهم ترحب بهم في كل المحافل الدولية والعالمية ويسعدون جدا بأن يتولوا هم زمام أمور الهيئات والمؤسسات والجمعيات الإسلامية الكبرى وأن يخطبوا في المحافل الكبرى ومناسبة الأعياد وما شبه ذلك يسعدون جدا بإبرازهم لماذا؟ لأنهم يحققون لهم مرادهم دون أدنى جهد ودون أدنى تعب يعني عندنا في مصر كنا نقول عنهم أنهم كالذي يجود في الصنعة أكثر مما يحلم به الصانع الأصلي يعني أجهزة الاستخبارات ما كانت تحلم أن يصلوا إلى هذه الدرجة وأن ينزلوا آيات قرآنية وأحاديث نبوية ويزعموا الإجماع على مسائل ويجبرون المسلمين ويلزمونهم على السير في هذا الطريق هؤلاء لم يكنوا يحلمون أو يتخيلون أن يصل الأمر إلى هذه الدرجة وسبحان الله وصلوا فإذا كان السؤال أنهم صنيعة استخباراتية الفكرة نعم صنيعة استخباراتية ومرت بمراحل حتى اختمرت وتشكلت في النهاية في هؤلاء الأشخاص بداية من محمد أمال الجامي ومرورا بربيع المدخلي إلى يومنا هذا الذي نعاني فيه من ضلالتهم وانحرافتهم شيخ مصطفى كان التصور عن السلفية والسلفيين ومن ضمنهم المداخلة بأنهم وناس يعني منهجهم التعليم ونشر الدعوة والاهتمام بالأحاديث وغير ذلك وقضية التربية والتصفية إلى آخرين لم يكن وإن كانوا شديدين على المخالف ويصل أحيانا إلى التبديع والتكفير لكن لم يكن يتصور بأنهم يمكن أن يحملون السلاح ويمكن أن يفتون بسفك الدماء المخالفين هنا السؤال من خلال التحقيقات في قضية الشيخ نادر رحمه الله ورد اسم محمد سعيد رسلان وهو من رؤوسهم في مصر وأنه أفتى لهم بتصفية الشيخ نادر رحمه الله فهل هذا نستطيع أن نعمم أو نقول أن هذه الحادثة تبين منهج المداخلة واستباحاته من المخالف حتى إزهاق روحه بأنه سواء كان مبتدع أو كافرا طيب دعنا نقول أن السلفية في الأصل هي الدعوة للعودة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الدعوة إلى العودة للمنهج الصافي النقي للإسلام ببهائه ونقائه كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وكما طبقه أهل القرون الأولى حيث قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ورحمة الله عليه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كان من أبرز الدعاء إلى هذه الفكرة وأن يعود المسلمون مرة أخرى إلى هذا الطريق لكن الشيخ الألباني نفسه لما ذهب إلى المملكة العربية السعودية وبدأ في التدريس هناك خالف ولي أمرهم في أمور موجودة في الحرم وبدأ ينكرها وبدأ يرفضها ويقول لهم يا أهل الإسلام هذا حرام هذا لا يجوز نص الكتاب كذا ونص السنة كذا وإجماع العلماء على كذا ما كان منهم إلا أن أخرجوه طردوه من المملكة العربية السعودية آنذاك لأنهم لا يريدون أحدا إلا أن يخضع لهم ويسمع لهم ويطيع طاعة مطلقة ننتقل إلى قضية الشيخ نادر العمراني رحمة الله عليه وتقبله في الشهداء الذي شارك في قتله رجل مجرم أو شاب مجرم اسمه أحمد الصافي وهذا أنا رأيت الفيديو الخاص به وهو يتكلم ويعتبر نفسه أحد تلاميذ محمد سعيد رسلان محمد سعيد رسلان بعد هذا المقطع وبعد إشاعة الكلام كثيرا خرج وقال أنا لم أفتي بقتل الشيخ نادر العمراني لكن هو قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة مسجلة منشورة إلى الآن قال لجنود السيسي اقتلوا هؤلاء الخوارج هم شر قتيل تحت أديم السماء فأي أحد يتبع هذا المنهج بطبيعة الحال يعني لا بأس إن كان السيسي سيقتل قرية سيقتل أهل مدينة لا بأس أن تقتل عالما أو تقتل شيخا أو تقتل أحدا من العاملين للإسلام فهذا الشاب أحمد الصافي المجرم كان محقا في نسبة هذا الكلام إلى محمد سعيد رسلان وبالطبع إلى الكلام الذي خرج به المدعو محمد بن ربيع المدخلي عندما خرج على قناة البصيرة مع المدعو محمود الرضواني وبارك حركة حفتر وبارك ما سماه بحركة الكرامة وبالطبع إذا كان كل هؤلاء يسيرون في طريق القتل فلابد من المشاركة والمساهمة فهم متورطون فعلا في قتل الشيخ نادر العمراني لكن العجيب أن الرجل قال كان يردد لا إله إلا الله وتم تفريغ الأسلحة في بدنه ورأسه وهو يكرر لا إله إلا الله أين هؤلاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة وأين هم من موقف النبي عليه الصلاة والسلام من أسامة بن زيد عندما قتل رجلا قال لا إله إلا الله بعدما سقط السيف من يده كان يقاتل في صف المشركين وأصاب في المسلمين كثيرا وجرحهم كثيرا وبعدما سقط السيف من يده قال لا إله إلا الله أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا أسامة أقتلته بعد أن قالها أين تذهب يوم القيامة بلا إله إلا الله يا أسامة والرجل نفسه هذا المجرم قال إنهم اختطفوه بعد صلاة الفجر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله فكيف يغفرون ذمة الله عز وجل وكيف يعتدون على رجل في أمان الله وفي حرمة الله تبارك وتعالى هؤلاء مجرمون لأقصى درجة يعني هذا الفعل لم نكن نتخيل حتى أن يفعله اليهود هكذا أن يفعله يعني شر العتات والمجرمين إلا رأيناه من السيسي عندما قتل الساجدين في بعد صلاة الفجر في مجزرة الحرس الجمهوري ومجزرة العباسية ووزارة الدفاع وبعد ذلك كررها هؤلاء عندما اختطفوا الشيخ ياسر الشيخ نادر العمراني وقتلوه بدم بارد بعد صلاته للصبح كل هذا إجرام شيخ عبد الله ليس له في الإسلام أي مستند لا من دليل ولا من قول عالم ولا من قول محاصر طبعا يا شيخ مصطفى ولا أي شيء إنما يدلك على أن هؤلاء أتباع أهواء شيخ مصطفى هم لا يتورعون بالنسبة لما داخل الشرق لا يتورعون في قتل أسرى من مخالفهم هم يصورون هذا والفيديوهات مشهورة الآن منتشرة معروفة أنهم كيف أنهم يعتبرونهم خوارج ويقولون طوبة طوبة ويعني يصورون طريقة القتل ليس فقط مجرد يعني مجرد كلام أو تحقيقات إنما تصوير فيديو منتشر فهذا موجود يعني أن الترتيب كون أنه عندما يصف المخالف بأنه خارجي ويطبق عليه أحاديث شر قتلى شر قتلى تحت أديم السماء وأقتلوهم قتلى عاد وإنهم يلزم ذلك خلاص الموضوع منته يعني لا بأس بقتله سواء أسير ولا غير أسير طيب وهذا يدعونا شيخ مصطفى إلى هذا السؤال هل هناك علاقة لكن إذا رجعنا إلى الوراء عفوا 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 شيخ عبد الله عفوا شيخ عبد الله إذا رجعنا إلى الوراء ونظرنا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو خليفة الراشد وهو أحد المقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي تربى على يديه رضي الله عنه لم يفعل هذا مع الخوارج إنما ناظرهم وحاورهم وخاطبهم وقال لهم إن لكم علينا ثلاث خصال ألا نبدأكم بقتال هكذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للخوارج الأصليين ألا نبدأكم بقتال وألا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله وألا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع المسلمين هذا ثابت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأين هم من هذا المنهج ألا يزعمون أنهم أتباع السلف وأنهم الأولى والأحق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا منهج الأئمة ومنهج الخلفاء ومنهج أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب علينا وهذا هو فهم السلف للأحديث حتى الحديث التي وردت ونسير على طريقتهم والتي وردت نعم نعم هذا فهم السلف يجب أن ننضباط بفهم السلف نعم صحيح نعم صحيح نعم أيضا قضية بالمناسبة هي ربما أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا حتى في قاتله كان حكمه واضح عبد الرحمن الملجم عندما لعانه الله عندما طعن علي رضي الله عنه لا يفترنكم الرجل ولكن عندما قبضوا عليه قال لو مت فيقتل بقال القتل النفس بالنفس ولو عشت فسأنظر في حاله فلم يحكم عليه بمجرد فكره ومع أنه قام بفعل نعم نعم هذا منهج ثابت هؤلاء ساروا فعلا على المنهج الرباني الله عز وجل قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون هؤلاء هم الربانيون الذين أخذوا الكتاب أخدا صحيحا وأخذوا السنة أخدا صحيحا وطبقوها تطبيقا عمليا حتى يأتي كل من بعدهم من المسلمين فينظر إليهم قبل أن يفهم شيئا على وجه خطأ من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه هي الدعوة السلفية أصلا هذا ما أقره فقهاء وعلماء المسلمين على مدار التاريخ أنهم لا يخرجون عن فهم الصحابة لكلام الله ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بل عد هذا الصنيع من علي بن أبي طالب رضي الله عنه إجماعا للصحابة إجماعا للصحابة لأنه أرسل بن عباس ناظرهم وحاورهم وظل الصحابة مدة من الزمن لا يعتدون عليهم وينفذون كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى كان هذا المجرم عبيد الله بن زياد هو الذي بدأ المسلمين آنذاك بالقتال فاضطروا لقتالهم لكن نهج المسلمين كان نهجا صحيحا في فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك ترى كلام الفقهاء دائما في فهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام في مقاتلة الخوارج أنهم إذا بدأوا بالقتال يعني إذا بدأ الخوارج برفع السلاح وحمل السلاح على المسلمين هنا لازم ولي أمر المسلمين أن يقوم بمقاتلتهم ومواجهتهم بالمثل لكن قبل ذلك لا قبل ذلك لا يفعلون هذا وكما تفضلت وذكرت أن هذا القاتل المجرم الذي جاء يقتل خليفة المسلمين نهاهم علي بن أبي طالب وما زال فيه النفس نهاهم رضي الله عنه أن يقتلوه حتى يثبت في حقه القصاص الشرعي قبل أن يثبت في حقه القصاص الشرعي نهاه أين نحن من هذا الفهم الصحيح السليم المستقيم الراقي لكلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم نعم طيب شيخنا هل هناك علاقة بين فكر المداخلة ونهج الخوارج ربما الآن البعض قديما في التسعينيات أول ما خرجوا كان بعض المشايخ والدعاة ذكروا عبارة جامعة في وصفهم أنهم خوارج على الدعاة مرجع مع الحكام قدرية ومع اليهود والنصارى وغير هذا الوصف في الحقيقة نستطيع أن نقول إنهم هم الذين أخرجوا لنا طائفة الدواعش وهم الذين أخرجوا لنا طائفة المرجع الجدد الموالين لأولياء الأمور بأي شكل وبأي وصف كان يعني هم كانوا العملة ذات الوجهين وجه على هذا الوضع وعلى هذا الحال يعني عندما ننظر مثلا إلى كلام محمد أمان الجامي في الشيخ محمد بن سرور رحمة الله تعالى عليه محمد أمان الجامي هذا يقول عن الشيخ محمد بن سرور إنه ملحد هكذا قالها صراحة قال إنه ملحد وقال إنه كافر قالها صراحة وله أشرطة أنا سمعتها بنفسي ربيع بن هادي المدخلي كذلك تكلم عن سيد قب وقال هو كافر وقال جماعة الإخوان المسلمين أضر على الإسلام من الكفار الصرحاء يعني هذا تكفير تكفير واضح ثم هم هم الذين يتكلمون عن حكام يحاربون شرع الله ليس مجرد معطلين لشرع الله إنما يحاربون شرع الله ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس والنصوص القرآنية واضحة في حقهم ويقولون هم مسلمون لهم حق السمع والطاعة سبحان الله جاء السيسي ليقول أنا ضد الخلافة الإسلامية وضد التشريعات الإسلامية وضد المقدسات الإسلامية يقولون هو حاكم مسلم له حق السمع والطاعة وجاء الدكتور محمد مرسي الذي يحفظ القرآن والذي يقول سنعود للإسلام رويدا رويدا شيئا فشيئا وجماعته جماعة الإخوان المسلمين وإن كنا نخالفها لكن قالوا هؤلاء خوارج لابد من قتلهم ولابد من سجنهم والاعتداء عليهم يعني هم يتناقضون تناقضا رهيبا ليصلوا إلى نتيجة واحدة فقط ما يوجههم إليه الحاكم السعودي كأنه صلى الله عليه وسلم كأن الحاكم السعودي نبي رسول يتنزل عليه الوحي إذا قال لهم السيسي مسلم له حق السمع والطاعة فعلوا معه هذا إذا قال لهم هؤلاء خوارج ولا يستحقون وصف الإسلام فيفعلون مثل ما يقول بالضبط نفس الأمر خرجوا على المسلمين بفتاوى تكفر صدام حسين وكذلك تكفر هذا المأفون الهالك القذافي تمام عندما جاء من هو على نفس دين القذافي على نفس دين القذافي ويسير خلفه حذو القذة بالقذة قالوا هذا الحاكم الشرعي وهذا ولي الأمر وهذا ينبغي أن نسمع له ونطيع وأن نسير خلفه يعني ما هذا الكلام هذا حتى في منطق العقل لا نستطيع أن نقول هذا تناقض هذا تأليف هذا اختراع لدين جديد لا علاقة له بالنصوص التي جاءت في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فهل نستطيع أن نقول إنهم خوارج أنا أقول هذا على مسؤوليتي الخوارج أشرف منهم بكثير الخوارج عندهم قواعد الخوارج عندهم ضوابط الخوارج عندهم أصول تستطيع أن تحاكمهم إليها الخوارج كما نص على ذلك شيخ الإسلامي التيمية أبعدوا الطوائف عن الكذب لكن هؤلاء أخذوا من الخوارج بعض الصفات وأخذوا من الشيعة الخبث والكذب والخداع واللف والدوران وتلبيس الأمور فصاروا هدينا بين الخوارج وبين الشيعة بالطبع أنا لا أندح الخوارج لكنني أقول إن هؤلاء لا يصلحوا أن ينتسبوا إلى الخوارج لأن نسبتهم إلى الخوارج شرف لهم يعني لأننا لا نرى عندهم لا قواعد ولا أصول ولا ضوابط نستطيع أن نحاكمهم إليها بخلاف الخوارج الذين كانوا يعرفون طريقهم ويعرفون أصولهم ويعرفون قواعدهم وإن كانوا ضلالا وإن كانوا مارقين واضح يا شيخ مصطفى لكن الهوى شاسعة وواسعة بين أجلهم دهمنا الوقت يا شيخ مصطفى دهمنا الوقت ولكن بقي سؤال أخير فقط وهو قضية هذا النفس المتشنج من المداخلة في وصفهم للمخالفين لهم ونوع من الكره والبغض الذي يبثونهم في تسجيلاتهم وخطبهم وكذا وعداوتهم للمخالفين ولا يقدرون لا كبير ولا صغير ولا عالم ولا جاهل يصفونهم بأقضع الأوصاف ألا ترى بأن هذا النفس وهذا الغلو تسبب أيضا في مضرة للدعوة الإسلامية بالانتكاسات بترك الدين بحتى الردة في بعض الأحيان كما ذكر بعض العلماء في الغرب كان هناك أكثر من ارتدوا من المسلمين الجدد كان لأن حاطوا بهم مداخلة هل ترى هذا المعنى موجود أيضا في المداخلة نعم أولا عندما رأوهم وهم يبثون الفرقة ويدعون إلى التنازع والتصارع بين المسلمين كثيرون ارتدوا بسبب هذا والأكثر من هذا أن الذين كانوا على شفى جرف نهار أو علاقتهم بالإسلام علاقة ضعيفة كانوا يسمعون كلاما كثيرا عن عدل الحكام وعن أهمية العدالة في الإسلام وأن العدل والعدالة قيمة مطلقة فوجدوا هؤلاء يخرجون ويؤصرون للظلم ويؤصرون للإجرام ويؤصرون للاعتداء على الحرمات فقالوا مستحيل أن يكون هذا دين الله مستحيل أن يأتي هذا من عند الله فكثير منهم كفروا بسبب هذا قالوا إن كان هذا هو الإسلام فنحن نكفر بالإسلام وكذلك هذه الكلمة انتشرت كثيرا إن كانت هذه هي السلفية فنحن نكفر بالسلفية وكثيرون الآن موجودون ولهم أصوات ولهم منابر يقولون نحن نكفر بالسلفية لأن هؤلاء هم ممثلوا السلفية لذلك واجب على علماء الإسلام أن يخرجوا ويبينوا الإسلام الحق ويوجب على علماء السلفية أن يخرجوا ويبينوا السلفية الحق المدخلية ليسوا سلفية المدخلية ليسوا من أهل السنة المدخلية شأنهم بعيد كل البعد عن أصول وضوابط وقواعد الإسلام التي نقرأها في كتاب الله عز وجل والله تبارك وتعالى قال وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدَى وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور الذي يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى يقول الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا ولا تظالموا في رواية أخرى هذه هي النصوص القطعية الواضحة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلنا الإسلام فالإسلام هو دين العدل المطلق الذي كما قال الشيخ الإسلام التيمية العدل واجب من كل أحد في حق كل أحد والظلم حرام من كل أحد في حق كل أحد وعلى هذا أجمع علماء المسلمين لذلك ذكر فيما قال قال ولذلك قيل إن الله يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة ولا يقيم دولة الظلم ولو كانت مسلمة نحن بلا شك لا نقبل بدولة كافرة لكن نقول إن العدل قيمة مطلقة في الإسلام هؤلاء جاءوا وخربوا كل الموازين وقلبوها رأسا على عقب هذا ليس هو الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام الإسلام يعطي كل ذي حق حقه للحاكم حقوقه وعليه واجباته وللمحكوم حقوقه وعليه واجباته كل هؤلاء في إطار من الحاكمية للشريعة قال تعالى فإن تنازعتم في شيء أي أنتم وأولياء الأمور يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إذا تنازعتم في شيء فإن تنازعتم في شيء مستحيل تتنازعوا في شيء مع الله مستحيل تتنازعوا في شيء مع الرسول عليه الصلاة والسلام لكن إن تنازعتم في شيء مع أولياء أموركم فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر هؤلاء جعلوا أولياء الأمور أشبه بالآلهة أشبه بالأنبياء لا يعتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم وبلا شك أثروا كثيرا على شباب المسلمين الشباب الضعيف الذي لم يتعلم ولم يتمكن الإيمان من قلبه انتكس كثيرا بسبب هؤلاء والأمثلة والنماذج التي تأتينا من الغرب والله لا حصر لها يا شيخ عبد الله كلهم يقولون نحن تركنا الدين بسبب هؤلاء إن كان هؤلاء يمثلون الإسلام فنحن لا نريد الإسلام عياذا بالله فلذلك يجب على علماء الإسلام أن يظهروا الحق في هذه المسائل وأن يبطلوا منهج هؤلاء نص الله العافية ونص الله سبحانه وتعالى أن يهدي سائر المسلمين وفي ختام هذه الحلقة نشكرك شكرا جزيلا الشيخ عبد المصطفى البدري الداعي الإسلامي بارك الله فيكم ونشكركم على هذا التوضيح كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم وإلى لقاء آخر استوديعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة